اهلا بكم احباء الكرام اليوم نقدم لكم حلقة خاصة كما عودناكم وهذه الحلقة عن حقيقة الاعجاز العلمي في القرآن نزولا عند رغبة العديد من المشاهدين والموضوع حول الحاجز الطبيعي بين أي بحرين ملتقيين حيث جاءت أربع آيات في القرآن تتحدث عن هذا الموضوع كصورة الرحمن آية 19-20 مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ثم جاء في صورة الفرقان 53 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وكذلك في صورة النمل 61 وأخيرا في صورة فاطر الآية 12 قيل عن هذه الآية أنها تحمل إعجازا علميا فريدا من نوعه فقد اكتشف علماء البحار والمحيطات كالعالم الفرنسي كوستو أن هناك حاجزا يفصل بين كل بحرين وهذا الحاجز ظاهر للعيان ومنهم من ألف قصة حول إسلام هذا العالم الفرنسي ليدعم هذا الإعجاز الفريد حتى يجعل منه حقيقة علمية تدغضغ مشاعر المسلم وتجعله مطمئنا لهذا النص الإلهي لكن عندما نضع هذه الآيات تحت المجهر البحث نجد هناك حقيقة أخرى تختلف تماما عما ذهب إليه أصحاب الإعجاز العلمي قبل أن ندخل في عمق الموضوع نريد تقديم بعض التفاسير لهذه الآيات عند علماء الإسلام من أمهات كتب التفسير فقد جاء في تفسير الطبري نقلا عن ابن عباس يقول مراجة أي أرسل وفي اللغة يقال مراجة فلان دابته إذا خلاها وتركها وفي تفسير القرطبي مراجة بمعنى خلا وأرسل وأهمل يقال مراجة سلطان الناس إذا أهملهم وأصل المراج الإهمال كما تمرج الدابة في المرعى إلى آخره أما البحرين فجل المفسرين القدامى يقولون هما بحران أحدهما في السماء والآخر على الأرض هناك قول عن قتادة يقول بحر الروم وبحر فارس واليامن وهذا القول لا يرجحه الطبري وإنما رجح القول الأول لأن الآية في صورة الفرقان تظهر طبيعة البحرين حيث تقول هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج فكل من بحر الروم والفرس مالح أجاج أما البرزخ فبدون شك معناه حاجز وكما قال مجاهد بين البحرين حاجز من الله لا يبغي أحدهما على الآخر وبالتالي فعلماء تفسير القرآن يقدمون لنا المفهوم والمعنى الذي كان الناس في عصرهم يفهمونه من هذه الآية فلماذا أصحاب الإعجاز العلمي في القرآن يضربون عرض الحائط المعنى الحقيقي للنص ويؤولونه بحسب المستجدات العلمية التي اكتشفها الغرب الكافر فلو صدقنا جدلاً أن عالم البحار كسطو أسلم لوجود هذه الآية في القرآن فهل فهم الموضوع بحسب أمهات كتب التفسير أم بحسب تفسير أصحاب الإعجاز العلمي في القرآن الحديث العهد لا شك بحسب التفسير الأخير نعود الآن لتفسير التقليدي ونتساءل هل هناك بحر في السماء وآخر على الأرض بالطبع يمكن فهم بحر السماء كرمز للغيوم والأمطار التي في السماوات لكن المفهوم القديم للبحر السماء وبحر الأرض كان سائداً في الماضي في عقيدة القدماء التوراة تخبرنا عن هذا الأمر في خلق السماوات والأرض وذلك في صفر التكوين الإصحاح الأول العدد 6 وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلاً بين مياه ومياه ثم يكمل في العدد السابع فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد وكان كذلك الجلد هنا بمعنى قبة السماء ولتوضيح الأمر أكثر يقول العلامة مار نرساي السورياني في القرن الخامس الميلادي عن خلق السماوات والأرض في صفر التكوين وكان في اليوم الثاني أمر ليكن جلد يفصل نصف المياه للأعلى والنصف الآخر للأرض والجلد يصبح صلباً في وسط المياه ليحمل الماء فوق السطح حتى لا يحترق ويكمل مار نرساي تفسيره بالقول عن هذا الجلد أنه الميزان استعمل كلمة مثقال الذي يفصل احتياط المياه الكبير وجمعها أي المياه في بحرين أو محيطين من أعلى ومن أسفل مثل سقف منزل إذن فكرة وجود بحرين أحدهما في السماء وآخر على الأرض موجودة في التقافات والمعتقدات السابقة للإسلام والقرآن لم يخرج عن هذه التقافة السائدة في عصر ظهوره والدليل على ذلك بوضوح فهو الآخر استخدم كلمة الميزان في سياق خلق السماوات والأرض في نفس الصورة أي صورة الرحمن التي نحن بصددها في الآية 19 و20 حيث جاء في الآية السابعة والسماء رفعها ووضع الميزان في ظل وجود الآية 10 والأرض وضعها للأنام فالسؤال المطروح ما دخل الميزان في خلق السماوات والأرض فبحسب الثقافة القديمة كما نرى في تفسير العلامة مار نرساي نجد أن ميزان الله هو الجلد بين السماء والأرض يفصل بين مياه السماوات ومياه الأرض بعدل فلا يطغى جانب على جانب وبالتالي لا يحدث أي خلل في اقتحام كلمة ميزان في موضوع خلق السماوات والأرض في القرآن ولكن قد يتساءل بعض عن طبيعة هذا الميزان الموجود في الآية السابعة من صورة الرحمن ويقول إنه الميزان المعروف عند كل الناس يزنون به بضائعهم ولهذا جاءت الآية الثامنة والتاسعة ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان كما هو الحال في صورة الأنعام الآية مياء واثنين وخمسين ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيلة والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها إلى آخره وذلك في صورة الأعراف الآية 85 وهود 84-85 الجواب فآيات الميزان في كل من صورتي الأعراف وهود جاءت في سياق التعامل بين الناس لكن الآية في صورة الرحمن جاءت في سياق الخلق ولهذا السبب إذن وضعناها في سياق التعامل بين الناس يصبح خللاً بلاغياً في تسلسل السياق خاصة في ضل وجود آيات الميزان الآية 8-9 من صورة الرحمن بين خلق السماوات والأرض السماوات في الآية السابعة والأرض في الآية العاشرة ولهذا هناك فرادية قدمها الأستاذ جيوم داي من جامعة ليبغ دو بوكسيل في بلجيكا ولمعرفة هذه النظرية كونوا معنا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر